إمتى ممكن يحصل تصادم ما بين كنتم الاثنين؟ يا ده سؤال حلوة قوي هو إيه كل أسئلته حلوة؟ لا أنا في أسئلة فكرتش فيها بعد إذنك تبجو عايزان يقول أسئلة حلوة؟ لا كنتم تقول سؤال حلوة قوي تدي الفلسط هتقول طيب على اللي فات قلت أنا بحب السؤال ده فيه فرق بعد إذنك ما تصادموا؟ يحصل تصادم؟ ليس متذكرة نقاش عادي ممكن نختلف وجهة النظر آآ بس في إيه أنا مش وكاة؟ عادي السؤال هو طبعك وزي بعض؟ ماخدين نفس الطبع؟ يعني شايت أخذ نفس طبعك؟ أنا حاسي يعني من رأيي أنا أنا شايفة أن في القصوى أنا مقدرش أن أنا يعني حاسي أن أنا في القصوى في القصوى دي مقدرش لكن حاسي أن في الهزار وطريقة التعامل ممكن شوية طريقة التعامل في الهزار الداحك الحب اللزازة آآ بيقولوا في أمي إننا في في فينا من بعض في طريقة الهزار آآ الروح بيقولوا في فينا من بعض لكن الناحة التانية دي وليس دابي لكن القصوى بكرة ما تبقى أم هتعرف أن الله حق آآ عارفك أنا بقول كده بردو أنا شايفة كده أنا حاسة بس عشان هي بتخاف علينا شويتين ففي حت هذا طبيعي يعني أم لازم تخاف عن عيالها هتخاف على مين لو مش الأم اللي هتخاف أم أو الولاد الجنال اللي حيخافه مش عارف ليه كل العلب بتعلق على ده يعني طي لو ما خافش عليكم أخاف على مين طيب يعني أو أو يعني أو مين خاف عليكم غيري أيوة بس أنا عندي سؤال بس قصوة القوة اللي في الشخصية دي مش جاي منها أم يعني دي قفد أنا دلوقتي لما بقيت أم ما بقيتش عندي نفس القوة دي أنا بسألكو على فكرة يا جمال دا سؤال دا سؤال موكو في فرق ما بين القصوة وأن أنا بشد عليك آه مفيش أب أو أم قسيين على عياله في أب و أم بيشدوا على عياله بشد عشان أنا خايف عليك بشد عشان أنا عارف اللي هيحصل بشد عشان أنا عجزت وشفت النتايج بتاع الدقي فأنا بشد عليك ولا حتى بقرس ودك أنا بس بشد يعني دبت كده زي كأنه فيه روباط ما بينك فأنا ممكن أسيبهوه لك وتتحرك بس بجي عمد حتة وروح شد التاني أن أنت كده هتفلت أنا عارفتك في التربية مش بحيث أن أمي قاسية بس بحيث أن هي شخصيتها قوية طبعا ده اللي أنا بشوفها من بره يعني من ناحيتي أنا مش موجود عاليش يا بس يعني حسن دي حاجة هي أخدتها على مرور السنين يعني مش حارفة حاجة دي أنا بردو أخدها منها بردو دي خبرة وتجربة وده محبة من أم البنتها دي مش زي أقولك دي مش قاسة حدا الوقت جري أنا معا معقولة والله الوقت جري هنروح هنروح دي كهتنيلي أيوة أيوة هنروح لا أتفتكر أسلا أعرفك قبل أن أيني الحلقة بحتاجون لشيء أفضل أنا كل مرة أحد يقول آه دي مش عارفة من المسلسل أقول له بس أنا معرفوش أنا معرفوش أنت تكلموا عن أمين بس بجعبا إتفتحي أول محد يكلمك أيوة أرجع أفتح بس عادة ذي أو ما تقولون أية اسم مش عارفينه وبتقول يفتحوا التليفون الممثل مين الفيلمي؟ دي نوسخة منك بس المشهد لما تقوله مشهد نفس طريقة التفكير هي واضحة هي بتقول يعني أنا بقيت لك بس أنا هقول لك بقى شوف شعب فهي على طول إيه واخد أطراف الحديث أيوة لأن تبقى واضح وتبقى صريح عشان تسهل على اللي قدامك يفهمك عشان يعرف يحبك أسرع لا تلتوي ما تتدريش ما تتلقمش مفيش لوعة مفيش لقم سهل على نفسك وعلى الآخر التعامل عشان نخلص عشان من الوقت ما تضيعش وقت في أنك تلتوي على الآخرين لأن الوقت اللي بتضيعوا ده استهلكوا في حاجة تانية أفضل